الرز بقى اللي هنعمله لنهاردة رز ملون هعمله رز ملون بس بطريقة جميلة جدا وبطريقة مفيدة كمان هيبقى معينا رز ومرقة وجزر وكمان خضرة شبت على كسبارة على بقدونس وفلفل ملون وتوم هنعمله ازاي بقى الاول هنسوي الرز بطريقة عادية جدا هنحط كده زبدة وهحط المية الملح وفص كده تومة كده وفلفل اسويت بس وحقفل عليها لحد ما المية تغلي عشان احط الرز ممكن نحط شوية مرقة كمان انا مش حطها مية كتير بس تغلي عشان كلهم يغلوا بالمر طيب هنا بقى هعمل ايه هنا هحط الزبدة مع فص تومة هنستخدم ثلاث فصوص للثلاث مكونات وجزر بس وحسيب كده ايه الجزر يتبل معي الجزر كده خلاص ابتدي احطه في البولة دي احط مطرحه الفلفل وبرده معايا فص تومة ومكعب زبدة وهنا المية بتغلي نحط كده الرز بس هنصبه كده يستوي ده خلاص الفلفل نحطه هنا نحط بقى الخضرة كده بقى دونس على كوزبارة وكمان شبت ونحط لهم زبدة والتوم وانا هنا عاملة رز عبالما الخضرة تتبل حواليكو بقى هنعمل ازاي الرز الملون هاجيب كده الرز ده غليبوا كده كويسة قوي عايز اقول لكم رحة الفلفل لما حطيت الرز تلعت يعني مش قادر احكيكم رحة حلوة ازاي وحط هنا رز بردو نقطع لي نحط هنا بردو الرز مع الجزر بالطريقة دي عايز اقول لكم شيك جدا جدا وفي العزومات بيبقى حلوة قوي كمان هنجيب بولة كمان نحط فيها بقى ده ومعي بردو رز هنجيب معلقة نظيفة علشان ايه نحط هنا رز كده بعدين هنحط الرز اللي بالخضرة ونفرده كده ونجبسه كويس قوي وبعدين اخر حاجة نحط الرز اللي بالجزر شايفين اصلا الرز اول ما رحطت مع الجزر اللي متشوح بالزبدة والتوم لونه بقى اورانج فاتح كده اكنينا بالزبطة حاطين في لون من الوان الاكل نجبس كده كويس قوي ونعمل بقى اهم خطوة بسم الله الرحمن الرحيم بس كده شكرا 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 اشتركوا في القناة